هذا وقد استقبلت السعودية طلائع الحجاج الآتين من خارج المملكة للمرة الأولى منذ تفشي وباء كورونا وتستعد السعودية لسماح لنحو مليون مسلم بأداء الحاج هذا العام من داخل المملكة وخارجها كما أعلنت في إبريل الماضي وبلغ عدد الحجاج عام 2019 نحو 2.5 مليون حاجة لكن بعد تفشي فيروس كورونا في عام 2020 سمحت المملكة لألف شخص فقط من حجاج الداخل بأداء الفريضة قبل أن يتم رفع العدد في العام التالي إلى 60 ألفا ملقحين بالكامل جرى اختيارهم بواسطة القرعة